كما أكد وكيل وزير الشباب الرياضة اليمنية علي حسين على وجود تعاون مشترك مع الدولة العراقية من أجل دعم الشباب الرياضي في المستقبل نتينا اليوم إلى هذه المحافظة المثنى مركز السماوة إلى هذا المعهد للإطلاع على مشروع ريادة أو مبادرة ريادة للإطلاع على هذا المشروع ونقل هذه الفكرة التي تحتوي الشباب وتنمي للشباب وتدعم الشباب للخروج من حالة الفقر واليؤس والتشتت والضياع إلى حالة البناء والريادة والمستقبل بإذن الله فنحن نسعى ونعمل إن شاء الله أن يكون فيه تعاون مشترك مع بين وزارتي الشباب الرياضة في اليمن ووزارة الشباب الرياضة في العراق على أن يكون هناك في شتى المجالات سواء في جانب الرياضي أو في جانب دعم المبادرات الشبابية التي هي بناء الشباب ومستقبل الشباب وأن يكون الشباب هم وقود المستقبل وهم عمود الدولة في كل الدول العربية لأن الشباب بهم تبنى الدول وتبنى الحضارات إذا تم الاهتمام بهؤلاء ونحن إن شاء الله نسعى إلى هذا الجانب وأن يكون لنا بصمة في هذا الجانب ومستعدون في التعاون بين الدولتين العراقية واليمنية ترجمة نانسي قنقر